أفذت وزارة الخارجية والتعاون الدولية الإماراتية بأن دولة الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غاني وأسرته ذلك لاعتبارات إنسانية يتزامن ذلك مع مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين في احتجاجات ضد حركة طالبان في مدينة جلال الأباد الأفغانية بحسب وكالة رويترز للأنباء قال شهدان ومسؤول سابق بالشرطة لرويترز إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا خلال احتجاجات أضف شهود عيان بأن إطلاق النار حدث عندما حاولوا رفع العلم الوطني الأفغاني في ميدان في جلال الأباد